طيب هو لازم أي حد ابنه يجيله الجدير الماء يروح للدكتور؟ مش لازم في الأمور البسيطة يعني لو هو فعلا على قد أن الحبوب رحقوي لا ممكن تتواصل مع الدكتور ويقول لها هتابع إيه وتعمل إيه لو لا أن الموضوع بيتفاقن منها لا هيحدد للطفل معاد معين في غير مواعيد العيادة ويقدر أن هو يبص عليه علشان ما ينقلش العدوى للأطفال أنا بسألك عشان برضو هل علاجه ثابت بالنسبة لكل الأطفال؟ صدقني هو مالوش علاجه ثابت مثلا حدك عارف أننا بنسأل بعض لا صدقني هو مالوش علاج يعني هو هو فيروس في الآخر هيبقى محدود الفترة بتاعته محدودة مجرد بس أن احنا ناخد خوافة حرارة لو احنا عندنا حرارة ناخد حاجات تقلل الهرش زي اللوشنز المشهورة في الصيدليات اللي بتقلل الهرش بتاع الجل ممكن نشرب سوائل كويسة قوي وهو في الآخر فيروس هيروح لوحده لقينا الحرارة طولت لقينا الأعراض بتشد عليه طولت عن قد ايه؟ لا طولت مثلا يومين 3-4 حرارة حرارة بتزيد قوي ما بتستجبش بسرعة لخوافة الحرارة ابتدى الطفل ده دور البرد نفسه يبان عليه قوي ابتدى بقى فيه سيلان شديد في الأنفة فيه كحة جمدة لا الطفل مش ماشي في المشوار البسيط بتاعه خالص لا ممكن هنا نحط أنتي فيروس مش أنتي بعاتك لأنه برضو الأميات تقولك لا ده هو عنده الحرارة عليه قوي أنا هحط مضاد حيوي هو مش هيفيده في أي حاجة ممكن يضره بالعكس احنا بناخد أنتي فيروس اللي هو المادة العلمية اللي هي أساكولوفير موجودة بقى في منتجات كتير قوي ودي ممكن الدكتور يصفها لها بالتليفون لو تأكد أنه هو فعلا جديري منه أكيد طيب دكتور احنا بنقول أنه بينتشر بين الأطفال خصوصا في الحضرات وخصوصا في المدارس ليه بقى احنا بنحس أن الجديري منتشر أكتر في فصل الصيف دي فترة النشاط أصلا بتاع الفيروس هي من شهر ثلاثة لحد شهر خمسة دي أكتر فترة الفيروس ده بيبقى نشط فيها طبعا مع الاختلاط بتاع المدارس والحضرات بيزود أكتر أكيد الأطفال بتتعامل في قصة الجديري دي وكأنها المضوع بسيط يعني وكأنه دور برد الأعراض اللي هتبقى موجودة عندنا الحرارة زي محارتك قلت الطفحة الجلدي هل بقى بيدخل معها احتقان زور سيلام في الأنف بطن يعني الأطفال بنبقاش عارف اللهم كتالهم هو دور برد فيروسي فهو في الآخر إنه هو ممكن يجيله كل الأعراض اللي هي بتاعت الالتهاب الفيروسي تكسير في الجسم بالسوق في الشهية حرارة بسيطة ساعة أمهات تقول لك لأ خليه ياخد الجديري ويخلص عشان ما يجلوش تاني منقول لها لأ مفيش حاجة اسمها كده انتي لازم تطعام يعني تخلي بنها يتعدي لأ هي مش بتقول إحنا بنارض عليها لما يلقى في بيت فيه أكتر من طفل يقول لك ياخد الدور مرة واحدة حقيقة تقول لك فيه تطعيم بيحمي من الموضوع ده تقول لك لأ ولا تطعيم ولا حاجة خليه ياخد الدور علشان ما نعطه تقوى وياخده لأ أصلا انتي مش ضمنة ان هو هيمشي في السكة البسيطة بتاعته ممكن يتفاقم ويدخلنا في مشاكل أكبر صحيح